الله الرحمن الرحيم. اه دلوقت ان شاء الله هنبتدي نحل مع بعض اه اسات اه الاكسل اكس بي. يلا كده مع بعض. اول سؤال جايب لنا كده. اه صفحة الاكسل في مبيعات الشهرية. ويجيب لك حاجات كده ويجيب لك قيم جنبها. طيب. عايز ايه? بيقول لك اه دي سامبلز دوت اكسل اس وركبوك. افتح اه ملف اسمه سامبلز. ذات از ان اه ماي دوكومنتز فولتر. واللي موجود في اه مجلد ماي دوكومنتز. عشان افتح ملف عشان افتح ملف اه في الاكسل. ملف موجود. اعمل ايه? بص كده. اي الاكسل اللي عنده. بروح على قيمة فايل. بروح على اوبن. فتح. ماشي? وراح بقى على المكان اللي هو قال لك عليه. هو قال لك لو هو مش اللي هو مش هده. بتيجي من السهم ده كده. تختار اي مكان ايه انت عايزه. هو قال لك ماي دوكومنتز. ماشي? وبتروح على ملف اسمه سامبلز. وتقول له ايه? وتقول له اوبن. يبقى كده فتح لك ايه? الملف اللي اسمه سامبلز. ده اسمه فتح ملف موجود. ماشي? السؤال اللي كده. مديك برضو تقريبا نفس الشيت. وبيقول لك انشئ 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 آآ في اكسل آآ جديد وفارغ. بتعمل ايه? سهل جدا نسؤال ده. بتيجي كده على اكسل. وتروع على الصفحة البيضية. وكليك عليها. اهو. اعمل ايه? آآ جديد. او بتروح من خارج متفايل وتختار ايه? آآ نيو. وبعدين تيجي على بلانك وورك بوك. ماشي اما? اسأل بعدو. اه بيقول لك برضو نفس الشيء تلفت. بيقول لك احفظ هذا آآ اللي هو حاليا اللي هو دلوقتي عبارة عن ملف اكسل الالفين. آآ بتنسيق آآ بصيغة مناسبة لليوزرز مناسبة للمستخدمين اللي هم بيستخدموا نسخة قديمة من الالفين. يعني مسلا يكون واحد شغل على اكسل الفين وعاز يحفظه كملف اكسل سوعة تسعين. او واحد يكون شغل على اكسل اكسل ويحفظه كملف الالفين. طيب. وبقول لك لاحظ يعني ما تغيرش آآ مكان الفايل. ماشي كده? طيب هنعملها زي. انا عنا بيخل لهو. بتيجي على قائم الفايل. وتيجي عم امر اسمه ها? حفز باسم. تيجي بقى من تحت كده اللي هو حفز كنوع وتختار من هنا كده. بص كده تنزل لنزل لحد ما توصل لمايكروسوفت اكسل آآ فروم آآ نينتي سيفن تو سوزن ديتو. يعني من سبعة وتسعين لحد الفين واتين. هو ده يا جماعة بيحفظ بقى بيحفظ الاكسل الجديد اللي هو الاكسل اللي تشغل عليه. من اول سبعة تسعين لحد كام الفين واتين. اختاره كده وتقول له ايه? ماشي يا جماعة? طيب. اسأل لي بعد كده. اه منديك برضو شيء الاكسل كده. وبقول لك استخدم الهلب بتاع الاكسل. to access information on آآ ادبانسد فيلترز. آآ واطف بقى اللي يقول لك ابحث عنه اوام الهلب عليه. يعني هنا الاحمر ده ممكن تتغير. ما مش مشكلة. اهم حاجة ازاي نعمل ايه? ازاي نعمل الهلب في الاكسل. بص كده. ولكم صفحة ديت. بروحك الى لقايمة هلب. واختار اول واحدة. اللي هو مايكروسوفت اكسل هلب. بيجي لي كده. الهلب بتاع الاكسل. باكتب فين بقى الجملة اللي وده لك اهنا جماعة. حتى هو كتب لي خواه. type your question here and then click search. اكتب اللي انت عايزه هنا. واعمل search. واطفت بقى يعني شوف هو ما تديك ايه? ما تديك هنا بقول لك فيلترز. فبتيجي هنا كده. اهو هلب. مايكروسوفت اكسل هلب. بتيجي هنا كده. ماشي? تمام? وتقول له search. بيبحس ايه? بيبحس عنها ويجيب كل المتعلق بيها حين كده. ماشي? السؤال اللي بعد كده. اه بيقول لك. اه change the username. غير اسم المستخدم change the username. غير اسم المستخدم. for this application to carla banks. اسمه يعني اه اي اسم. عايز يغير اسم المستخدم في الاسم جديد. انا ما ليه? بتيجي كده فيه الاكسل. وتروح من قيمة tools. الوات. تروح على options خيرات. وفيه tab اسمها general. هتلاح في نص كده. اه. ماشي? بص بقى تحت كده. هتلاقي ال username اسم معين. لأ. شيل الاسم ده كده. وكتب الاسم جديد. كارلا وعنين كامل انت. وقول له ايه? وقول له اوكي. ماشي يا جماعة? بكده غيرنا الوزر نيم. لما تروح تاني كده بص كده. tools options general هتلاقي الاسم ايه? اتغير زي ما انت ايه? زي ما انت اعملته. لأنا كده غيرنا الوزر نيم اه بتاع او اسم المستخدم اه لتطبيق الاسل. السؤال اللي بعد كده. اه بيقول لك انتر زا هو يعني دخل القيمة او اكتب القيمة خمسمية واحد وعشرين انسل بي فايم. اكتب القيمة خمس واحد وعشرين في الخلية اه بي خمسة. ten Where is the Abs Pam and beigh 5. يبقى لخلية ليس شخصية. ماشي كده? اه عددها وعند سيليكت عليها بماوس وكتب خمسمية واحد وعشرين. ولكن اهي صفحة اللي بي خمس اري بي وقيbn. طيب ايه يعرف عن جديه بي خمسة او هاتت تأكد منها؟ روح هنا كده. راح تلاقي اسمها موجود. الا اكتب هنا بقى اه اي اي رقم. ولا يقول اه. واعمل اعمل 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 او روح للخليل اللي جاملها كده عشان يديك اه اصبت ولا ترققين. ماشي يا جماعة? طبعا سؤال سهل جدا يعني. هانا انا بقول لك هوا. بقول لك اعمل اعمل على اي خليل تانية. هو ان يوهافش لما تخلص. يعني انت هتوقع على خليلات دي كده. هتحددها. خمسونة وعشرين. وما تخلص تعمل في اي خليلات ايه تانية. بس قولي بعد كده. جاي لك برد صفة اكسل ايه? بقول لك اضغط على المكان اللي بيحدد كل الخلايا في الصف الربح. يعني ما انا صح عايزي حدد الصف الربح. بصي معه. عشان تحدد صف. عشان تحدد صف او تعمل على رو معين بتروع على رقم بتاعه. بمعنى. انا عايزي حدد روان بتيجي على وان. ايه. عايزي حدد رو تن. بتيجي على رقم تن. طيب عايز بقى حدد العمود ايه? بتيجي على اللتر ايه? عايزي حدد العمود اتش. باجي على اللتر اتش. يبقى ازن يا جماعة? اما اجي اعمل سليكت على العمود باجي على اللتر بتاعه. الحرف بتاع مفوق. اما اجي اعمل سليكت على الرو باجي على النمبر بتاعه. اللي هو ايه? هنا كده. ماشي? نستقل بعد كده. اه بحدد لك اه مجموعة خلايا. بقولك بقى يعني بصفة قالية. اضبط. اه بصفة قالية اضبط ارتفاع كلمة معناها ارتفاع. ارتفاع الصف التاني. اه توفت كي يناسب عشان يناسب اه المحتوات اللي فيه الطويلة. حتى انتم بتبصوا يا جماعة محزين كده. هتلاقي الكلمة دي اه اه نصها متاكل من فوق كده. لا احنا والكلمة دي نفس الكلام. عايزين عايزين نعمل اه اوتو فت لهذا الصف. ازاي بقى بص كده. اقول لكم يا جماعة. انت كده محدد الصف التاني هو. عايز تعمل له اوتو فت. هو محدده خلاص. بتروح في بقى. بتروح قيمة. فورمات. وروه لانه هو روه هو صف. ماشي? وتروح تنزل لها كده. هتلاقي اه هذا الامر اوتو ايه اوتو فت. طب ايه ايه اللي يبقى لك ان هو اوتو فت? دايما يبدأ لك اقول لك اوتوماتيكالي. ماشي? ويناسب. يبقى اه اخد الخد الاوتو من اول اوتوماتيك. وخد الفت من ناسب. يبقى الامر اسمه اوتو فت. ماشي معا. السؤال اللي بعد كده. بيقول لك. طلب يا جماعة. السبق في الورد او في الاكسل او في اي برنامج اوفيس. قال لك او خلاص دي معناها عطول اندو. يعني تراجع. احنا بيقول لك عايز ترجع اخر التغييرات. اللي انت عملتها لهذا الشيت. اه اه امر التراجع اللي هو ده. او اندو. ماشي كده? السؤال لبعضو. بيقول لك اه تشينج زا كنتينتس اوف سيل بيتو. غير محتويات الخلية بيتو. اللي هي اهي اللي مكتوب فيها كلمة امونت. اه تو زا ويرد كوست. بريس انتر ويني ويني وهاف ريش. ولما تخلص اعمل ايه? اعمل انتر. وليكن يا جماعة. مسلا. هنا مكتوب مسلا لكم كلمة احمد. عشان اجي اغير محتوىات الخلية. اعمل ايه? الاول اعمل سليكت عليها. هو بيقى معلمها لك. ماشي? عايز بسلا اغير احمد دي لاي اسم تاني. وده كان محمد. ايه? اني اللي عملته? ان انا الوحدة عملت سليكت على خلية. وكانك الاسم اللي انا عايزه. مش يزن بقى اي فقه عامل دول كليك ويظهر المؤشر والكام ده. لا. اه اما حاجة انا اعمل سليكت عليها. واكتب اسم اللي ايه? لا اعزهر. ماشي يا جماعة? ايه بقى السؤال ده? كل ما اجي اه كل ما اعمل فيه يعني هاجل خلية بيتو اللي مكتوب في كلمة احددها سليكت عليها واكتب كلمة ايه? قصد. وعمل انتر.